اشتركوا في القناة أشكال سطح الأرض يعني إيه؟ يعني حنتكلم عن التدريس التدريس دي موجودة طبعا في اليابس في اليابس كله غير متساوي في أماكن بتكون فيها مرتفعات وأماكن تانية بتكون فيها مخفضات فالمرتفعات والمخفضات دي إحنا بنسميها تدريس فهي موجودة على اليابس على سطح الأرض طب بالنسبة للمرتفعات هي إيه؟ هي الأجزاء التي تعلو فوق مصطوى سطح البحر طب والمخفضات؟ المخفضات هي الأجزاء التي تنخفض انخفاضاً واضحاً عن الجهات المحيطة بها طب بالنسبة لأشكال سطح الأرض أو أهم أشكال سطح الأرض طبعاً هي الجبال والتلال والهضاب والسهول والأوضية طب بالنسبة لأول شكل من أشكال سطح الأرض وهي الجبال الجبال أسأنا قولها هي أرض مرتفعة من سطح الأرض شديدة الإنحدار يعني إيه شديد الإنحدار؟ يعني ميلة ميل حاد بالشكل ده ولكن لو يقل ارتفاعها عن ألف متر لها قمة واحدة أو ممكن تكون لها عدة قمم فبنسميها سلسلة جبلية من أمثلة الجبال الموجودة على سطح الأرض كده زي جبال القلب اللي موجودة في قارة أوروبا وجبال الهاملايا اللي موجودة في قارة آسيا وجبال الامديز اللي في قارة أمريكا الجنوبية وجبال البحر الأحمر طبعا اللي في مصر في قارة أفريقيا دي كده الجبال بالنسبة لتاني نوع من شكل أو شكل من أشكال سطح الأرض وهو التلال التلال زي الجبال ولكن أقل منها في الارتفاع ومنتشرة في كل مكان على سطح الأرض فالتلال هي إيه؟ هي أراضي مرتفعة من سطح الأرض تشبه الجبال ولكنها أقل منها ارتفاع طب بالنسبة للهداب بالهداب هي إيه؟ الهداب هي أرض مرتفعة عما يجورها أو كل المكان اللي هي محيطة بيه ولكن سطحها بيكون مستوي أو شبه مستوي واللي بمعيزة إن سطحها بيكون ليه كده مساحة كبيرة شوية وبيزيد ارتفاعها عن 500 مترا وكمان زوانبها بتكون شديدة الانحدار زي الجبال كده ومن أمثلة الهداب اللي موجودة زي هاضبة أسيوبيا في قرة أفريقيا فالهداب هي إيه؟ هي أراض مرتفعة عما يجورها وسطحها مستوية أو شبه مستوية وبيزيد ارتفاعها عن 500 مترا واجوانبها شديدة الانحدار بالنسبة ليه رابع شكل من أشكال سطح الأرض وهي السهول السهول هي أرض مستوية أو شبه مستوية لا يرتفع مستواها عن 500 مترا زي ما انت شايف كده قصادك في الصورة دي طبعا من أمثلة السهول زي يا إما في بتكون فيه سهول فايدية ودي زي سهول نهر النيل في أفريقيا وسهول ساحلية زي المطلعة سواحل البحار ومحيطات في كل مكان في العالم بالنسبة لآخر شكل من أشكال سطح الأرض احنا بنتعرف عليه هو الأودية الوادية سنقولها هو عبارة عن أرض منخفضة ولكن بتكون ضيقة وبتحفها كل الاتجاهات من على الجانبين المرتفعات وبتجري بها مياه الأنهار زي وادي النيل كده في مصر فالأودية هي إيه؟ هي أراض منخفضة وضيقة تحف بها المرتفعات على جانبها وتجري بها مياه الأنهار وبكده احنا اتعرفنا على أشكال سطح الأرض زي الجبال والتلال والهضاب والسهول والأودية في ترى كل أشكال سطح الأرض أو التضريس دي كلها ليها أهمية؟ فهنا سؤال بما تفسر أهمية التضريس مهمة في إيه؟ التضريس مهمة لأنها بتؤثر على تنوع المناخ والنبات والحيوان على سطح الأرض وكمان تنوع النشاط البشري فالنشاط البشري حيث بيعتبر أو حيث بتعتبر السهول أكثر ملاءمة للنشاط البشري على عكس الجبال ده لأنه طبعا بترتفع فيها الكثافة الثكانية في مناطق السهول وخاصة إذا كانت غنية بموارد الاقتصادية بالنسبة للعوامل اللي بتساعد أو اللي شكلت سطح الأرض عوامل تشكيل سطح الأرض إحنا بنقسمها لعوامل بطنية وعوامل خارجية العوامل البطنية من اسمها كده فهي مصدرها من بطن الأرض يا إما بتكون حركات سريعة زي الزلازل والبراكين يا إما بتكون حركات بضيئة زي الإنكسارات والالتواءات عوامل الخارجية اللي هي السطحية فدي طبعا بيكون مصدرها فوق سطح الأرض زي التعريه المائية والتعريه الهوائية والتعريه الجليدية لو هنتكلم عن العوامل البطنية اللي من بطن الأرض زي الحركات السريعة زي الزلازل وبراكين فالزلازل هي إيه سنقولها؟ هي عبارة عن هزات متتالية سريعة تحدث في أجزاء معينة من القشرة الأرضية الزلازل دي أو الهزات المتتالية السريعة قد تكون قوية قد تكون مدمرة أو ضعيفة أو غير محسوسة تماما فبتؤثر الزلازل في تشكيل سطح الأرض إزاي؟ أو هنا سؤالي دلل تؤثر الزلازل في تشكيل سطح الأرض حيث تعمل على تشقق القشرة الأرضية طب بعد ما تتشقق القشرة الأرضية حيحصل إيه؟ حيحصل انخفاض في بعض الأجزاء على سطح الأرض فتغمرها مياه البحار وارتفاع بعض الأجزاء اللي كانت بتغطيها مياه البحار فتنحصر عنها المياه فده أثر الزلازل في القشرة الأرضية ثاني نوع من الحركات السريعة المؤثرة في تشكيل سطح الأرض وهي البراكين الباراكين هي عبارة عن فتحات في قسرة الأرضية أو في قسرة الأرض الفتحات دي بتصل باطن الأرض الشديد الحرارة بسطحها البارد فتندفع منها وقت الثوران مواد منساهرة وأبخرة وغازات ورامات طبعا الباراكين بتؤثر في تشكيل السطح الأرض حيث أنها بتبرد وتتجمد المواد المنساهرة الخارجة من فوهة الباراكين فينشأ عنها بينشأ عنها إما جبال مخروطية زي جبال كينيا أو تلال بركانية زي تلال أبو زعبل بمصر أو الهداب البركانية زي هضبتي اليمن وأثيوبيا وزي الجزر البركانية زي الجزر هاواي وطبعا لو حنسأل يعني إيه الجزيرة؟ فالجزيرة هي مساحة صغيرة من اليابس تحيط بها الماء من جميع الجهات ترجمة نانسي قنقر